اكد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن هيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ان الدبلوماسية البحرينية ارست لنفسها انموذجا رصينا ومعبرا عن الروح والهوية الوطنية بنواياها الصادقة وسياستها الثابتة للاسهام بكل حرص في مد جسور التعاون البناء على اسس ترفع من قيمة واهمية الدبلوماسية السلام والتضامن العالمي والتي هي وبحسب قناعاتنا البحرينية الضمان المثالية لتنعم شعوب العالم جميعها بالامن والرخاء والسلام الدائم كما اكد جلالته ارتياحه وثقته بان السياسة الخارجية لمملكة البحرين توصل المسير وبعون من الله على نهجها المعتدل في تغليب لغة المنطق وتشجيع مسارات وحلول الحوار والتفاهم مع التزامها التام بكافة القوانين والعراف والمواثيق تحقيقا لهدفها الانسانية والتنموية السامية بأن يكون عالمنا عالما متحررا من الصراعات والحروب غير المبررة وقادرا على مواجهة التحديات والتصدي لكل ما يربك استقرارنا الجماعي ويعرقل من تقدمنا الحضري وعلى هذا الصعيد شدد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب المأساوية والمؤسفة في قطاع غزة والتقيد بتوفير كافة اشكال الحماية للمدنيين العزل لتصل المساعدات الاغاثية لهم التزاما واحتراما للقانون الانساني الدولي مجددا جلالته في هذه المناسبة تأكيده الدائم على اهمية تكثيف الجهود للوصول لتسوية سياسية تضمن حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الوطنية المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ويكون كل ذلك في مقدمة مهام العمل الدبلوماسي الوطني وحيا وبهرك جلالته جهود كافة العاملين في السلك الدبلوماسي بكوادرها التي تمثل البحرين في الخارج والعاملين بوزارة الخارجية لسعيهم المخلص في رعاية مصالح بلادنا وخدمة مواطنيها وابرز منجزاتها التنموية والعمل على تطوير علاقاتها الدولية وتوثيقها وإيصال رسالتها الحضارية وصوتها الداعي للتسامح والإخاء والتعايش المتحضر بين شعوب العالم ودوله سائلا جلالته المولى العلي القدير أن يوفق الجميع للقيام بواجباته بالوطنية على أكمل وجه ومعربا عن خالص تقديره لسعادة السفراء المعتمدين لدى المملكة لما يقومون به من جهد دبلوماسي متميز لتنبية علاقات الصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع قيادات دولهم وشعوبهم وهو دور مشكور نجد أثره الطيب واضحا في مجتمعنا البحريني والذي يرحب بهم في ضيافته أجمل ترحيب ترجمة نانسي قنقر